اعلم أن الإسلام جاء لإبطال كل دين سواه ولكف الناس عن الفكر الذي يخالف الإسلام ولا يسمح بحرية العقيدة بدليل قوله تعالى في سورة آل عمران ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقوله تعالى في سورة يوسف إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقوله تعالى في سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقوله تعالى في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقال تعالى في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فالدين الذي رضيه الله لعباده وأمرنا باتباعه هو الإسلام قال تعالى في سورة المائدة ورضيت لكم الإسلام دينا الهدف لكم الهدف لكم